الصمت أمان الصمت أمان لأن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مصدر الأمان في هذا الوجود قال لنا من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نعم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل الخير أو لتصمت لماذا الخير والصمت ولم يكن السكوت السكوت قيل أنه من باب الخوف لكن الصمت يأتي لك ويورثك الحكمة أفضل الأعمال أن تصمت إن لم تتكلم خيرا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا أن قول الخير غنيمة وأن الصمت سلامة فابحث عن السلامة وابحث عن الغنيمة إن رأيت الكلام غنيمة خذها وإن رأيت الصمت فيه سلامة فلك وبادر الصمت حقيقته أمان كيف يكون الصمت أمانا لنا أمان لنا لأننا نحتاج الصمت في مواضع كثيرة لماذا لأن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا ودلنا على كمال الدين وحسن الإسلام وقال حسن الخلق وتحدث عن طهارة النفس وتحدث عن محبة الله ومحبة الناس كل ذلك هو من ثمرات الصمت الصمت سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار والصمت دليل على الحكمة الصمت يجمع للإنسان لبه أي عقله الصمت عند الفراغ يدعو الإنسان للتفكر فيكن عابدا بتفكره ويكن ذاكرا وعابدا لله عز وجل الصمت يساعدك على التعلم ويساعدك على حسن الإنصات ويعلمك حسن الاستماع نعم الصمت أمان قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رحم الله امرئا تكلم فغنم أو صمت فسلم الصمت هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن شمائله الشريفة كان طويل الصمت قليل الضحك وكان أصحابه يذكرونه ويذكرون عنده الشعر ويذكرون أمورا من أمور دنياهم فيضحكون فكان صلى الله عليه وسلم يصمت ويتبسم لهم روح له الفداء قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مقام الرجل للصمت أفضل من عبادة ستين عاما لو وضعت عبادة الصمت في الوقت الذي إذا تكلمت فيه قد أوديت بحياتك أو أهلكت الأمم الصمت فيها خير لك من أن تتعبد الله عز وجل ستين عاما على جهل الصمت حقيقته أمان لأن الصمت سمة من سمات المؤمنين وصفة من صفات العقلاء المفكرين واللسان السائب الذي لا يعرف للصمت طريقا حبل مرخا في أيدي الشيطان قال صلى الله عليه وسلم فإذا صمت ولم يتكلم كان من أهل الجنان وإذا تكلم من غير حاجة وجه الشيطان لسانه كما أراد وحيث ما شاء في الوقت الذي شاء الصمت حقيقته أمان لك في حياتك وبرزخك وآخرتك قال سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين فأمن نفسك بالصمت فالصمت أمان قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الصمت أمان جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاء جسده تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا الصمت حقيقته أمان